فندم يعني الحقيقة أنه موقف المصري كان بيتطور مع تطور الأحداث وبعد ساعات قليلة جدا من عملية طفان الأقصى يوم 7 أكتوبر مصر خرجت ببيان واضح وصريح وحذرت من المخاطر الوخيمة لتصاعد العنف وكمان دعت كل أطراف الدولية الفعالة للتدخل مرورا كمان بالتأكيد على أنه أمنها القومي هو خط أحمر خلينا أبدأ مع حضرتك من هذا البيان متطور الموقف المصري على مدار أحداث غزة هو إحنا لو شفنا من البداية من بداية هذا البيان لغاية دلوقتي هنجب مصر أخذت أكتر من مصار في نفس التوقيت مطار المصار السياسي المصار التفاودي مصار الدبلوماسي وعلى الجانب الأخر المصار الإنساني اللي هو تقديم المساعدات يعني شفنا في البداية من بداية هذا البيان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالات بأغلب زعماء العالم وأغلب القوى الفعلة في النظام العالمي ككل من أجل الوصول إلى حالة تهديئة وكان فيه تحذيرات كبيرة ورسائل كثيرة كان بيواجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمها يجب فورا طبعا الجلوس على مائدة المفاوضات طبعا الوقف الأدوان بشكل سريع كل ما ازدادت فترة العدوان كل ما هيزيد تدخل قوة في المنطقة هيؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة لازم دخول المساعدات وتسهيل دخول المساعدات لأهلين في قطاع غزة وقف آلة العنف اللي بتنفذ كل يوم على المدنيين تصل إلى جرائم الحرب وما حدث داخل قطاع غزة طبعا الكل شاهد عليه كان فيه أيضا بعد هذه الاتصالات كان فيه قمة القاهرة للسلام اللي عقدت في العاصمة الإدارية وشوفنا الرئيس تحدث بشكل واضح وبشكل صريح أمام العالم كله على عدم تسفية القضية الفلسطينية اللي عمل على ولن تصف القضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية ودي كانت رسالة مهمة جدا وقفلت كل السيناء وقفلت كل التفكيرات الغربية أو التفكيرات الإسرائيلية في محاولة تهجير الفلسطينيين وأهل قطاع غزة إلى سيناء وده كانوا بيخططوا لكده وثم بعد ذلك طبعا اتصالات الرئيس خلي بال حضرتك أن خلال الفترة دي كلها هنجد أن بداية تصريحات الغرب والدولة الغربية اللي كانت مسندة بشكل كبير لإسرائيل وإن إسرائيل من حقها هنها تدفع عن نفسها تدفع عن أرضها تدفع عن المدنيين تحولت بناءا طبعا على القوة المصرية الكبيرة في المجال السياسي والاتصالات اللي تمت خلال الفترة دي كلها هنجد أن الرؤية الغربية والعالمية والدولية كلها تغيرت إلى الوجهة المصرية اللي هو العمل على حل القضايا الفلسطينية ودي أول مرة نسمعها من عديد من دول حل القضايا الفلسطينية بشكل أساسي حل الدولتين يجب أن يكون لفلسطين دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وإيقاف العدوان بشكل سريع جدا وعدم استهداف المدنيين والعمل على تسهيل دخول المساعدات احنا كنا شايفين في البداية الدور اللي كانت بتلعبه إسرائيل في قصف المعبر من تجاه رفح معبر المصري طبعا زي ما أكد سيدة رئيسي من هو من اليوم الأول مفتوح وإن الشاحنات والمساعدات كلها كانت متواجدة من اليوم الأول احنا شايفين العربيات المساعدات كل ده كان متواجد ولكن إسرائيل حاول التعيق